انسحاب مخطط له منذ أكثر من عام هذا ما أكده مسؤول إماراتي لم يكشف عن هويته في معرض توضيح رسمياً هو الأول من نوعه لنبأ انسحاب الإمارات من اليمن المسؤول ذاته زعم أيضاً أن الانسحاب تم بالتنسيق مع السعودية لكن توضيحات هذا المسؤول الذي كان يتحدث الاثنين من دبي تشير إلى عدم توافق مبدئي بين أبوظبي والرياض حول خطوة الانسحاب عندما أكد أن النقاش بشأن ما أسماه إعادة انتشار قوات بلاده استمر لما يزيد عن عام وأن هذا النقاش تزايد بعد توقيع اتفاق ستوكهون في ديسمبر من العام المنصر وطبقاً لأنباء غير مؤكدة فقد أخلت الإمارات مواقعها في كل من الخوخة والمخة بالساحل الغربي للبلاد وسلمتها للقوات سعودية بعد انسحاب مماثل لها من مارب فيما لا تتوفر حتى اللحظة معلومات عن انسحاب مماثل للقوات الإماراتية من القاعدة الرئيسية للتحل في عدن وفي مطار المكلة وفي ميناء بالحاف لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال أرجح التوقعات تشير إلى أن الإمارات بقرار الانسحاب العسكري هذا تمارس تكتيكاً مكشوفاً لإعادة التموضع في الساحة اليمنية والتحكم بمآلة الصراع خلال المرحلة المقبلة تأسيساً على الأدوات التي زرعتها خصوصاً في المحافظات الجنوبية وكانت آخر المعارك التي أشرفت عليها الإمارات في الساحل الغربي قد توقفت منتصف العام الماضي وسط مدينة الحديدة دون حسم حقيقي أمر ترتب عليه دخول هذه المدينة الرئيسية في غرب البلاد مرحلة الشلال الكامل مع بقاع عشرات آلاف من سكانها في أماكن لجوء مؤقتة مضت الإمارات على مدى خمسة أعوام في تكريس وقائع جديدة على الساحة اليمنية وتبنت دون مواربة خيار الانفصال واستمرت في تقديم الدعم المكشوف لهذا الخيار وخلق أكثر أدواته سوءاً على الأرض في ظل صمت محبط من الرئيس الشرعي للبلاد منطق الثائر من اليمنين وحده من يحكم سلوك الإمارات في اللحظة الراهنة بعد إخفاق غير متوقع رأته في اتساع قاعدة الرفض الشعبي لمخططاتها خصوصاً في جنوب البلاد لتظهر بتلك الصورة الواضحة في مسيرة الثلاثين من يونيو بمدينة حديبو في محافظة أرخبيل سقطرة الذي تصرفت حياله باعتباره مقاطعة ملحقة بأبوظبي وتعمدت لأجله إفشال جهود الاستقرار والتطبيع في المحافظات الجنوبية وتكريس خطوط الصدع الجاوي الجنوبي ليسهل لها سلخ هذا الجزء الحيوي من البلاد